السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم عاملين يا رب تكونوا بخير وصحة وسعى وجهة الحاجة الحلوة دي كلها النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض الفحص جديد مفحوصات الـ MRI أو فحوصات الرنين وهو MRI5 أو رنين مغناطيسي على عزمة الفغد طبعا زي ما حضراتكو شايفين احنا مبدئيا بنعمل عياني ازاي؟ بنعمل عيان طبعا فيد فرست على الجهاز بناخد السيرفي زي ما حضراتكو شايفين كده طبعا العام بينام زي ما اتفقنا فيد فرست بناخد السيرفي بالمنظر ده بيطلع لي كورونال وساجتل وأجزيل ببدأ اول حاجة طبعا ببدأ ان انا اخدها ببدأ ان انا اعمل أجزيل زي ما حضراتكو شايفين واظبطوا على الكورونال بالمنظر ده طبعا لما يجي لك مثلا رايت ساي او ليفت ساي لو كان فيه فيه الامكان انك تشتغل على مع بعض ده يكون افضل بحيث ان لو فيه اي مشكلة في ناحية اقدر اعمل كومبريزون ما بين الاتنين واقدر اشوف المشكلة هل متواجدة في الاتنين ولا لا تمام كده طبعا ده في حالة ان المشكلة في مشكلة مثلا ارس رايتس في اي مشاكل في البون ممكن انها تنتشر في الناحيتين او ممكن انها تبقى موجودة في الناحيتين او لو هو مريض فراش فيفضل انك تاخد الاتنين مع بعض بحيث ان انت لو فيه اي مشكلة في ناحية ممكن تكون متواجدة في الناحية التانية اما لو كانت المشكلة طبعا ده تيومر بقى او فيه اي مشكلة انا بداور على حاجة تانية فيه واحدة من الاتنين فباشتغل على واحدة بس وخلاص لو قدرت تجيب الاتنين معاك برضو في الحالة دي برضو هادة تمام كده كل ما يكون انت بتشمل جزء كبير من الفحص كل ما يكون افية دلحالة وتوفر عليها تعب ومشاوير وجهد كبير تمام زي ما حضراتكم شايفين احنا بنعمل الاجزر على الاتنين طبعا انا عايز الهب مع الصاي طبعا المشكلة كلها في الجزء تحت الهب في الابر فيمر زي ما حضراتكم شايفين بحاول ان انا عمل اجزيل باخد طبعا ستة وتلاتين صورة اجزيل بزبط طبعا زبط البوكس على الاجزيل بالمنظر ده كده وبزبط القطات بتاعتي على السجتل على اليمين خالصها وعلى الشمال خالص طبعا بزبط القطات بتاعتي على الكورونال بيكون القطات بتاعتي من فوق الهب من منطقة كده من فوق الهب بحوالي خمسة سنتي او بحوالي يعني لو قدرت تجيب من فوق اكتر من كده ماشي وفيش مشكلة ولكن المشكلة مش في البلفس خالص المشكلة في الهب وانت نازل على يعني حتى ما فيش اي مشكلة خالص عند الركب تمام كده طبعا انت ضروري جدا عشان تعمل فحص ريين لازم تكون واخد من الحالة بحيث تبقى عارف هتشتغل على ايه بالزبط وهل الفحص هيتطلب حاجة تانية ولا لا تمام كده طيب بداية احنا بناخد طبعا بناخد طبعا طبعا المسكولوسكليتا العموما شغل المفاصل والعزام ضروري جدا ان يكون فيها ستير طبعا ان شاء الله في اللي جاي هنشوف ازاي بناخد الستير وكلام ده كله ولكن الاجزيال باخد طبعا اجزيال تي تو واجزيال تي وان تمام كده زي ما حضراتكم شايفين ضروري جدا ان طبعا بكبر الفيلد بتاعي على قد مقدار الفيلد فيو بتاعي طبعا اقصى حاجة هنا الفيلد فيو بالنسبة للرايت ليفت هو طبعا 480 بحيث ان هو يجيب لي الرايت والليفت طبعا بشكل كامل زي ما حضراتكم شايفين دي طبعا الاجزيال تي وان بما انهم زي ما اتفقنا انهم واخدين نفس المسمى ازا بياخدوا نفس التوصيف دلوقتي لما بفتح الكورونال بلاقي الفيلد فيو بالنسبة للرايت ليفت قليل فبحاول ان انا اكبره بخليه 500 زي ما حضراتكم شايفين كده كبير جدا بفتح الفيلد فيو بالنسبة للفيت هيد بحاول اقلله شوية زي ما حضراتكم شايفين بحيث طبعا انا مش محتاج كل اللي فوق ده انا مش محتاجه طبعا الفيلد فيو بتاع الجهاز نفسه اقل من الفيلد فيو اللي انا مختاره فبالتالي هحاول ان انا اقلل شوية الفيلد فيو بتاع الفيت هيد وافتح الفيلد فيو بتاع الرايت ليفت بحيث يجيب لي الفيلد فيو فقط مش اكتر من كده تمام عشان خاطر ما يبقاش فيه ارتفاكتي في الصورة طبعا زي ما اتفقنا ان كل الفيلد فيو كل ما يصغر كل ما الصورة والريزيليوشن بتاع الصورة يكون احسن تمام او زي ما حضراتكم شايفين بزبط طبعا البوكس التاعي على الكورونال وبعد كده باجي على الاجزيل اصبط القطات بتاعتي على الاجزيل بخلي طبعا القطات حوالي خمسة وعشرين صورة تمام بفتح الرايت ليفت شوية بحيث ان انا اجيب السوفتشو معي بشكل كويس لو في اي مشاكل فيه السوفتشو تظهر معي اقل طبعا الانترفال ما بين الاسلايز كده اقل الانترفال شوية بخلي طبعا الجاب او الانترفال حوالي اربعة زي ما حضراتكم شايفين وبص على الكاطات بتاع الاجزيل المنفقه من تحت بحيث ان لو فيه اي مشكلة اقدر ان انا اغطيها واغطي السوفتشو بشكل كويس واغطي الهيب ووالفيمرز بتاعتي بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين طبعا انا بيكون عندي اتنين كورونال باخد كورونال ستير زي ما اتفقنا بنااخد كورونال ستير وبنااخد كورونال تي وان بناخد كرونالستير وبعد كده بناخد كرونال تيوان. بعد كده طبعا بيكون عندي السجدال اسطير على الناحية المصابة او الناحية فيها اله. تمام? بياخد سجدال اسطير. طبعا اغلب الناس يقول لك ان قليد سجدال تيتو. ولكن طبعا انت عندك خط آآャ generalized تيتو خط كرونال اسطير على الناحتين. فبالتالي آآ مبنيجي ناخد سجدال كل ما قطر من السجدال في المسكلي سكليتل كل ما قطر من الستير قصدي في ده بيكون افضل وافية للفحص فطبعا لما نيجي ناخد ستير هناخد ستير تمام بحيث لو في اي مشاكل برضو تظهر معنا في الستير يوضحها بشكل كويس من حيث او اي حاجة في الهب او في الفيمر زي ما حضراتكم شايفين بنزبط الستير بالمنظر ده بيكون معي طبعا خمسة وعشرين صورة بجيب من المسافة بحاول لنا غطي الليفت كله زي ما حضراتكم شايفين بجيب من نص كده من فوق طبعا من عند البلفس بجيب من نص لحد ما غطي الفيمر واحاول ان انا اجيب جزء كبير من بالمنظر ده كده زي ما حضراتكم شايفينhe طبعا على السجتة اللي بيكون مظبوط على الشمال خالص او على اليمن خالص زي ما حضراتكم شايفين كده بيكون مظبوط واجي ازبط القطات بتاعتي على الاكيل والاوقرياء طبعا بشكل واضح بشكل كويس جدا زي ما حدركم شاهدين. واقلب في القطات بشكل كويس بحيس ان انا اغطي من فوق من عند البلبس واغطي من تحت خالص من نص الفيمر كده او من نص او او في نهاية الفيمر من تحت لو قدرت تجيب الفيمر بشكل كامل. طبعا لو في مشاكل في الرجبة او لو في مشاكل عند الرجبة او في قلم عند الرجبة ضروري جدا انك لازم تنزل تكمل من تحت. لازم تنزل تكمل من تحت. تمام كده? بتجيب طبعا من الني وانت طالع. ده لو في مشاكل في مفصل الرجبة من تحت. طبعا ولان المشكلة طبعا الحالة بتاعها بيقول ان طبعا هي ما عنداش اي مشاكل في الرجبة خالص. هي مشكلتها كلها في الهب من فوق في قلم شديد جدا. وطبعا لما عملت مش ظاهر في حاجة. خالص فبالتالي ممكن تكون المشكلة اه في المحيط بالساي او المحيط بالفيمر زي ما حضراتكو اه شايفين. ده طبعا اللي شغال اللي هو طبعا احنا وغنين ستة وتلاتين صورة بالمنظر ده كده فالوقت بيكون اه طويل شوية الى حد ما. فبالتالي بنقلب في الصور اللي نزلت ده طبعا الصور اللي نزل. نصف نزل. زي ما حضراتكو شايفين بنحاول نحنا نقلب الصور بحيس ندور على المشكلة بالمنظر ده كده زي ما حضراتكو شايفين. تمام? ده طبعا الكورونال بنبص عليه ونتأكد من التخطيط بشكل كويس. طبعا نراحز ان في اه مشكلة طبعا في الهب. وفي طبعا اه نوع من الانفلاماتوري. في طبعا التهابات موجودة في الهب. وطبعا في جزء برضو موجود منها في ولكن هي اكتر في تمام? طبعا لسه تي وان شغال ولسه الصور بتنزل زي ما حضراتكو شايفين. دلوقتي طبعا بعد ما نزل يبدأ يشتغل معايا. طبعا لما نيجي نبص على القطات بتاعتنا اللي هو طبعا ده طبعا تي تو. ده تي تو طبعا من فوق الهب لحد اه التلت الاخير من الفيمر. لحد فوق الرجبة كده بحاجة بسيطة. زي ما حضراتكو شايفين. بجيب اكبر جزء من الفيمر بحيس لو في اي مشكلة في على طول الفيمر تظهر معانا بشكل كويس جدا. دي طبعا القطات بتاعتنا. ده بالنسبة لليفت ساي او مع بعض لو انت هتشتغل الاتنين مع بعض زي ما شوفنا. تمام? زي ما حضراتكو شايفين. بنحاول نزبط بشكل كويس. بحاول اطبع الفحص بتاعنا. ده بالنسبة بعد كده بجيب ده زي ما حضراتكو شايفين. بحاول اصغر الصور كده بحيس ادمج الفحص كله معايا في الصورة. عشان ما يكونش في اي حاجة مقطوشة. او في اي حاجة اه تمس مني في الفحص. زي ما حضراتكو شايفين. او زبط بشكل كويس. واحاول ان انا اطبع الفحص بتاعنا. بعمل وبدوس يطبع الفحص بتاعنا. طبعا اه لسه طبعا الكورونا الاستير. الاستير بيكون وقته طويل شوية. زي ما حضراتكو عارفين الاستير بيكون وقته طويل شوية بحيس ينزل لي الصور بتاعته بريزوليوشن حلوة جدا. فطبعا هو بطيء وقته طويل شوية. ولاننا شغالين طبعا بفلد وفيو كبير على مع بعض فبالتالي الوقت بتاعه اه بيكون طويل. ممكن مدة تصل لاربع دقايق او زي ما حضراتكو شايفين قدامكو حوالي خمس دقايق واربعين ثانية. خمس دقايق واربعين ثانية. فبالتالي طبعا اه احنا محتاجين اه نصبر على الفحص ومحتاجين طبعا الجودة كويسة جدا بالنسبة للفحص طبعا الحالة اه اه فبالتالي لما افتح الفلد وفيو على بالمنظر ده كده الوقت بيكبر بشكل كبير جدا زي ما حضراتكو شايفين عشان يجيب لي ريزوليوشن افضل للصورة بالنسبة لي البون وبالنسبة لي السوفي شو زي ما حضراتكو اه عارفين وزي ما هنشوف ان شاء الله مع بعض دلوقتي dalوقتي بعد ما خلص هنيجي نبص طبعا على الصور بتاعتنا زي ما حضراتكو شايفين دة طبعا الكرون الستير حوالي خمسة وعشرين صورة زي ما حضراتكو شايفين كبير جدا بجيب مع بعض زي ما حدركو شايفين طبعا الستير نازل ومعا بنقاطيه بتاعه بس طبعا مش مهم بالنسبة لي فبالتالي انا كل اللي يهمني هو الاستير فقط فباجي بدوس على كده اللي هي الاستير واجي هنا تحت ده طبعا بتاعه زي ما حضراتكم شايفين عمليجي نبص على المشكلة اللي ظهرت طبعا في بوني سيست هنا موجود في البون زي ما حضراتكم شايفين دي طبعا بون بوني سيست تمام اهو ده طبعا السيست اللي موجود اهو زي ما حضراتكم شايفين ولكن هل هو هل هو بونت يومر فطبعا ده هنشوف ان شاء الله مع بعض فبنيجي نبص على ندوس على الاستير وبنجيب فبالتالي بيجيب لي الاستير لواحده زي ما زي ما حضراتكم شايفين من غير طبعا بنحاول نزبط الصور بشكل كويس بحيس ان في مار يظهروا معي في الفيلم وادمجهم معي في الفيلم وفي الفحص بشكل كويس كده زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نزبط الزوم بتاعهم على الفيلم عشان الدكتور يقدر يبص عليهم الاتنين آآ بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين كده بنزبط بالمنظر ده كده عشان كل مشكلة في الفيمر تظهر معانا بشكل كويس ولكن طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان فيمر وطبعا الرايت برضو فيها هيئة جزء من السيس اللي موجود هل ده سيست هل ده تيومر ان شاء الله هنشوف لسه فيما بعد بالنسبة لي الحالة وطبعا في الليفت واضحة بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين آآ بالمنظر ده كده بنزبط الصور وطبعا الليفت فيمر كلها بالمنظر كده زي ما حضراتكم شايفين موجود فيها من فوق ومن تحت بالمنظر ده كده يعني لو بسط على الليفت فيمر من فوق ادي موجود فوق اهوت تمام ودي الرايت برضو موجود فيها اهيه بالمنظر ده كده وتحت برضو في الليفت فيمر من تحت كده موجود بعض السيس اللي موجودة موجود في الليفت برضو من تحت تمام وبنطبع الفحص بتاعنا ده بالنسبة لي بيظهر لي اي مشكلة بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين تمام كده لما اجي بص على وحدد كده بالمنظر ده واقول له طبعا هحاول ان انا اطبع له بحيث لو هو ما خدش باله منها في الاستير اقدر ان انا اوضحها له بشكل كويس في كده زي ما حضراتكم شايفين بدوس عليها وبدوس علي بيجيب لي بشكل كويس كده زي ما حضراتكم شايفين هطبعها له للتوضيح فقط ولكن هي مش مفيدة بالنسبة للفحص اكتر من الاستير ولكن انا هطبعها له للتوضيح فقط فهي واضحة هنا بشكل كبير وبشكل كويس اي زي دايرة صامرة بالمنظر ده كده زي ما حضراتكم شايفين من الواضح انها غالبا كده تمام دي بون تيومر طبعا ضروري جدا انك تاخد بالك منها في ويفضل انك تحقن الحالة سابغة وتشوف بتاعتها ويفضل انك تاخد بحيث انها تظهرها لك بشكل كويس جدا زي ما هنشوف ان شاء الله فيه ما بعد بالنسبة للحالة دي تمام بحاول ازبط الكونتراست بالتاع النجاتف كده زي ما حضراتكم شايفين عشان يظهر اللي موجودة في الفيمر بشكل كويس طبعا احنا كنا المشكلة كول لها في فبالتالي لما خدنا على الرايد ظهر فيها برضو المشكلة او اللي موجود فدي طبعا من فوايد انك تشتغل على مع بعض عشان خاطر يحصل ما بينهم ويحصل لو فيه اي مشكلة في الرايد برضو تظهر معاك بشكل كويس تمام بنتبع طبعا الفحص بتاعنا بالنسبة لي النجاتف بتاع الاستير طبعا فاضل اخر حاجة معايا موجودة هي طبعا الكورونال تي وان وبعد كده الكورونال وابعد كده استير ده طبعا الكورونال تي وان زي ما حضر miaكم هانيجي نبص علي المشكلة هنا في ال مشكلة في التي وان طبعا لو ظهرت باللون الاسود لو ظهرت باللون الاسود القاتم اللي طبعا كإنها ظهي لون المية اللي موجود في المياد اللي فوق كده فبالتالي هي صيست ظهرت معانا في التي realistic surrounded by flash ظهرت معانا في التيتو باللون الاسود فهي غالبا سيست او ابفسست لكن لو لاناها هنا منوارة في التي وان تقدر تتكلم بقلب جامد ان ده bunlar لو لقناها منورة ولو لقناها هنا ظهرة باللون اللي هو طبعا الويت حتى وان كان الويت الغامئ فهي بالتالي نقدر نتكلم بقلب ان هي لما اجا بص عليها بالمنظر ده كده شايفين هنا منورة هنا مش واخد خصائص المية نهائي هنا منورة في اقدر ان انا ارجح بشكل كبير ان دي بون تيومر. تمام كده? تمام بطبع طبعا زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده اخر حاجة معي اللي هو طبعا السجدة الاستير. لما نجي نبصه طبعا على بالمنظر ده ظاهر فيها هو في برضو. وفيه ظاهرة بشكل كويس جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. فطبعا الحالة دي محتاجة تتحقق ولكن آآ ليس في الامكان الان ان احنا نحقنها آآ كونتراست خالص. لان طبعا السابغة قليلة جدا فبالتالي لسه الحالة طبعا هتجيب سابغة وقصة كبيرة بالنسبة لفحص السابغة. لما نجي نبص على الفحص هو بنحاول ان احنا آآ نشوف المشكلة بشكل اوضح او زي ما حضراتكم شايفين دي المشكلات ووضح فعلا ان هي لو حقنت سابغة اللي جن ده هينور معك جدا جدا جدا. تمام كده? او زي ما حضراتكم شايفين. ده بالنسبة للتي وان. تمام كده? بنتبع التي وان. وبالتالي يفضل اخر حاجة معنا اللي هو السجتل ستير. لما نيجي نعمل ما بين الاتنين كده. ما بين طبعا الكورونا الستير وما بين التي وان. ده الكورونا الستير والكورونا التي وان. نحاول ان احنا نعمل ما بينهم. نلاقي طبعا واضح زي ما حضراتكم شايفين. اهو. ده طبعا واضح فيه المشكلة. ولما نيجي نبص الناحية التانية نلاقيها طبعا هي ليست بالدارك. ليست بالدارك ليه وطبعا بياخد خصائص المية. فبالتالي ده مش سست. ده مش سست. ده غالبا بون تيومر. هي اغمأ من الستير شوية ولكن ليست بخصائص المية. فبالتالي ده على الارجح بون تيومر. لما نيجي نبص على السجتل زي ما حضراتكم شايفين. ده واللي تحت بتاعه. اما نيجي نبص عليها بنختار طبعا. لسه طبعا السيكونس بينزل بشكل كبير. بشكل كامل. فبنيجي طبعا نحدد. نحدد الستير وبنقول له سلايز بالمنظر ده كده. نحدد الستير ونقول له سلايز. فيجيب لي الستير لوحده من غير الانفيرت. اهو سلايز. تمام? وبنحاول نخليهم طبعا هم عشرين صورة. او خمسة وعشرين صورة. بنحاول نحددهم بشكل كويس كده. بحيث يكونوا ظاهرين على الفيلم بشكل كويس لوحدهم. خمسة وعشرين صورة على الفيلم بالمنظر ده كده. واحاول ان انا احط ايدي على المشكلة. ووضحها بشكل كويس جدا. ده بالنسبة للسجتة الاستير. وطبعا بمئني شغال على الليفت فبكتب عليه بالمنظر كده 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 ما حضراتكم شايفين. وبنقول له اه بنعمل له تمام? عشان يعرف انا شغال على اه 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 انهي اه 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 فطبعا دي طبعا الليفت فكده بنعليها وطبع ماها. لما بنيجي نقول له فبنحاول ننزل تحت نجيب زي ما حضراتكم شايفين. وبطبع له برضو للتوضيح زي ما حضراتكم عارفين. وبدوس على كده وبقول له طبعا سلايز فبيخلي لي النيجاتيف لواحد وعلى الفيلم بدل فيلمين. طبعا دي المشكلة هي زي ما حضراتكم شايفين. ده النيجاتيف اهو. طبعا هي ظهرة في الاستير منورة زي ما شفنا. ودي طبعا اللي هو السجدة. ظاهر فيها المشكلة بشكل كويس. زي ما حضراتكم شايفين ده. هذا فقط للتوضيح. للتوضيح. لكن هي كده كده واضحة في الاستير. اقدرنا نتكلم عليها في الاستير وشفتها برضو في وفي زي ما شفناها. وعمل لكم ما بين الاستير وما بين بالنسبة لي الكورونا. زي ما حضراتكم شفتوا. بحيس ان انا اقدر اتكلم في الحالة بشكل اه كويس واقدر ان انا اشخص الحالة بشكل كويس جدا. تمام كده? طبعا على الاغلب زي ما شفنا زي ما عملنا ما بين الاستير وما بين اقدر ان انا اتكلم واقول ان ده بون تيومر. ده بالنسبة للـшая بالنسبة للشاها، بنأخذ طبعاً سفية، بنأخذ XLT1 وبعد كده بيأخذ سجتة الستير على الناحية المصابة طبعاً أنا كانت مشكلتي كلها في الث Mediterranean فبالتالي لما خدت على الـاست كم气 كان ظاهر فيها برضو المشكلة ظهر في فبالتالي احنا خدنا سجدة الواحد على الليفت اللي اكبر المشاكل اللي هي طبعا كان مطلوب لها الفحص فبالتالي زي ما ظهر في هيظهر في نفس المشكلة بنفس الخصاص بنفس كل حاجة وكده الحمد لله وخلصنا فحص الامر اي ساي بشكل كامل لو اعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناة لو انت لسه جديد معنا وتفعل زر الجرس عشي مسأل لك كل جديد اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته